موسيقى مشيئة الرب واضحة من خلال كلمة الله في الكتاب المقدس ممكن نفهم مشيئة الله وإرادة الله من خلال الكلمة بقراءتنا للكتاب المقدس اللي بتعطي الفطنة واللي بتعطي الحكمة واللي بتعطي الذكاء واللي بتعطي الموعيد واللي طبعا بتبكت الإنسان وبتوضح أمور آتية في حياة الإنسان فنحتاج إلى كلمة الله وأيضا نفهم مشيئة الرب من خلال الروح القدس الساكن في قلوبنا الروح القدس طبعا يرشد والروح القدس يذكر والروح القدس يعلن أيضا لنا طبعا بتأكيد من كلمة الله وأيضا بيستخدم الظروف حتى نفهم مشيئة الله لما كتب رسول بولوس كان يدرك الأحداث ماذا سيحدث أنه سيحدث اضطهاد وأن الفرصة الآن مفتوحة الفرصة الآن متاحة أنه نتكلم عن يسوع المسيح ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله فرغم أنه بولوس كان أسير لكن بشجع المؤمنين أنه تكون عندهم الحكمة والفطنة والذكاء ماذا سيحدث؟ لأنه كان فيه اضطهاد قادم وأنه يستخدموا ويستثمروا كل فرصة في حياتهم وأريد أن أقول أيضا هذا مهم جدا لحياتك فقرارك يحتم مصيرك بل يحتم أبديتك أيضا يقول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اليوم هو يوم خلاص فلا تؤجل وبعدين يعني فكر شوي يعني الله أعطاك العقل حتى تفكر شو الهدف من الحياة؟ بماذا تستثمر في حياتك؟ إيش أهم شي في حياتك؟ ما هي الأولوية الأولى في حياتك؟ يقول لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب أنا بصلي اليوم أنك تمتلئ من معرفة الرب من كلمة الله من الروح القدس وتكتشف أنه كل الأحداث وكل الظروف اللي بتحدث حوالينا هي بمشيئة الرب وأنه الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر أنا بدعوك اليوم أنك تستثمر في أبديتك وتفكر بحكمة وتختار بحكمة اليوم خلاص يسوع المسيح اللي بيغفر خطيئك بيخلصك من الخطيئة وبيعطيك الحياة الأبدية وبيكتب اسمك في سفر الحياة هل تريد هذا؟